السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فأحياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له طبعا ما زلنا في كتاب الجامع وما زلنا مع الأحاديث التي يريدها المصنف رحمة الله عليه تحت باب الترهيب من مساوء الأخلاق وقفنا عند حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان رواه الحاكم ورجاله ثقات هذا الحديث حقيق تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام أولها من جهة درجة الحديث فالحديث صحيح ولله الحمد والمن فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وكذلك الحاكم في مستدركه والحديث ولله الحمد صحيح من جهة الإسند المسألة الثانية بالنسبة للعنوان الذي لو أردنا أن نضعه لهذا الحديث فهو تحريم الكبر والعجب المسألة الثالثة الحديث اجتمل على ذكر نوعي الكبر فالكبر على نوعين كبر باطني قلبي وكبر ظاهر وإن كان الكبر في الجوارح هو أثر للكبر الباطني بمعنى أن الإنسان إذا تخلق بخلق الكبر واستقر في نفسه وقلبه فطبيعي أن يصدر ما يدل على هذا الكبر في نفسه وأما الكبر الظاهر فهو أثر لكن هذا يعني ممكن أن نأخذ منه وهو أن المسلم ولو لم يكن متكبرا في الظاهر فإنه لا يجوز أن يتخلق بأخلاق المتكبرين لا يجوز له أن يتخلق بأخلاق وصفات وأعمال وتصرفات المتكبرين قد يكون الإنسان غير متكبر في نفسه وفي قلبه لكن قد يتخلق ببعض أخلاق المتكبرين وربما قادوا هذا إلى الكبر القلبي نسأل الله العافية والسلامة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلامة من تعظم في نفسه هذا الكبر القلبي الباطني واختال في مشته هذا الكبر الظاهري كبر الجوارح هو الأثر عن الكبر في الباطن طبعا الكبر من أسوأ الأخلاق ومن أقبحها ومن أشدها أثرا من حيث النتيجة على المتكبر نسأل الله العافية والسلامة فالكبر لا بد أن تظهر له آثار وهذه الآثار منها ما يكون فيه صد عن سبيل الله منها ما يكون فيه عدم قبول الإسلام عدم قبول السنة عدم قبول الحق اجدراء الآخرين احتقار الآخرين وإذا أردت أن تعرف خطورة الكبر فانظر إلى النصوص الشرعية في القرآن والسنة التي جاءت مرهبة ومخوفة لمسألة الكبر يقول جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قل جل وعلا إنه لا يحب المتكبرين إنه لا يحب المتكبرين أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مخالوا ذرة من كبر ذرة من كبر وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قالت النار أرثت بالمتكبرين أرثت بالمتكبرين يعني أكثر أهل النار المتكبرين نسأل الله العافية والسلام وجاء في الحديث يحشر المتكبرون والجبارون يوم القيامة في صورة الذر يطعهم الناس لهوانهم على الله عز وجل ولذلك إذا جئنا أن نعرف الكبر حقيقة لما نقرأ في كلام العلماء في تعريف الكبر نجد مذاهب شتى ومدارس متنوعة لكن أفضل تعريف للكبر من هو من الذي عرف الكبر هو النبي عليه الصلاة والسلام أفضل تعريف ما ورد في الحديث وتذكرون في مجلس سابق قلت لكم دائما أظن في مجلس تحريم الغيبة لما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره لذلك دائما طالب العلم يحرص على أن يلتزم التعريفات الشرعية فمدام أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف هذا الأمر التزمه التزمه والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام عرف الكبر بقوله هو بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني دفع الحق وعدم قبول الحق عدم قبول الإسلام عدم قبول السنة عدم قبول التشيء مثلا الأحكام مثلا بطر الحق وغمط الناس ازدراء الناس واحتقار الناس تعريف جامع مانع لا يمكن أن يحصل فيه الدور كما يقول العلماء الوصول والمناطق ما يمكن بطر الحق وغمط الناس هذا هو تعريف الكبر طبعا الكبر مثل ما ذكرت يعني نسأل الله العافية والسلامة من الأخلاق الردية فهو سم قاتل ومرض مردي ولذلك من سلم منه فقد سلم من أمر عظيم يقول سفيان بن عيين الهلال أبو محمد رحمة الله عليه إمام من أئمة الدنيا يقول من كانت معصيته في شهوة فارجوا له التوبة فهذا آدم عصى مشتهيا فتاب الله عليه رفر له فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم يقول فإذا كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن عصى مستكبرا فلعن ولذلك الكبر مثل ما ذكرت مرض خطير مرض خطير الكبر قد يجعل الإنسان لا ينقادل الحق لا ينقادل الحق ولا تطاوعه نفسه إلى ذلك فهو يعلم بأن هذا حق ويعلم بأن هذا دليل شرعي لكنه العياذ بالله بسبب الكبر الذي انتفخت به نفسه يرفض هذا الحق مثل ما قال جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة يعني كبر ظلما وعلوة وأيضا قالوا فقالوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا نُؤْمِنْ لِبَشَرَيْنِ مِثْلَنَا يعني من جنسنا وكذا وأيضا قال الذين ردوا على الرسول قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا وقريش مال قال لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كيف يبعث يتيم يتيم الأبوين كبر كبر ما هم ببالغي النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يشرب أو يأكل بشماله فقال كل بيمينك فقال لا أستطيع منعه الكبر قال لا استطعت فدع عليه فشلت يده نسأل الله العافية والسلام الحديث قال فمنعه الكبر لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك وكان يأكل بشماله قال لا أستطيع قال لا استطعت دعا لي منعه الكبر منعه الكبر قيل بأن هذا هو رجل من المنافقين والمقصود بارك الله فيكم بأن الكبر آفة من الآفات الخطيرة ومرض من الأمراض التي تفتك بالقلب وفي النفس نسأل الله العافية والسلام ولذلك نجد مثلا لما ننظر في قصص الأنبياء نجد الأنبياء أهل تواضع والنبي عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين كان يقول أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد يعني أبورية لله عز وجل تذلل خضوع النبي عليه الصلاة والسلام أبهت الرسالة عظمة النبوة علو المنزلة رفعت المكان هذه سيد ولد آدم ما منعه أن يأكل خبز الشعير وما النبي عليه الصلاة والسلام هذا التواضع الذي في نفسه ظهر من خلال تصرفات عديدة كان إذا أصبح يقول لأهلي عندكم شيء يعني طعام قال إذا قالوا نعم أكل ما قال ما نوعه ما شكله أكل وإذا لم يكن هناك شيء قال إني صائم اللهم صلي على محمد كان ينام على السرير وعلى الحصير فإن لم يجد نام على الأرض صلى الله عليه وسلم يكون في مجلسه فيأتي الغريب يقول أين ابن عبد المطلب الله أكبر يأتي الغريب يسأل يقول أين ابن عبد المطلب فيقول هذا الأحمر المتكئ ما يتميز حتى عن أصحابه صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام في حلقة العلم وهو يعلم أصحابه تأتي الجارية الصغيرة فتأخذ بيده ويقول لها أي السكك تريدين تريد حاجة تريد شراء شيء هذا المجلس الذي فيه أشياخ المهاجرين والأنصار جلوس بين يديه متحلقين حوله فتأتي هذه الجارية الصغيرة فتقطع عليه الحديث ويقوم معها بكل تواضع صلى الله عليه وسلم لبس البردة ولبس الثوب ولبس الإزار والرداء حتى أن الصحابة أتوا له بعباء قالوا تتجمل بها للضيوف للوفود للوفود وكان يخطب فيها يلبسها ويخطب وهي عليه في الأعياد والمناسبات عليه الصلاة والسلام بمعنى كان متواضع صلى الله عليه وسلم يستجيب الدعوات اليهود دعوا فاستجاب لهم هناك قن حداد كان يأتي عنده ويجلس ولك أن تتخيل الحداد ودكان الحداد أو محل الحداد ماذا فيه من الدخان ومن آثار الحرفة هذه تواضع عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم على نبينا محمد ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه والمعنى أن من لم يتواضع أذله الله ووضعه وأهانه أذله الله ووضعه وأهانه ولذلك الصورة صورة المتكبر مع الناس المتكبر كرجل في قمة جبل ينظر إلى الناس على أنهم صغار والناس يرونه صغيرا وإن كان على قمة الجبل أصلا هم يرونه صغيرا هم يرونه صغيرا ولذلك الكبر أمره خطير فكما ذكرت أنا قبل قليل قد يصد عن الكبر قد يصد صاحبه عن الإسلام كثير من رجالات قريش ما أسلموا كبرا وتيها قالوا لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كيف يعني نتبع رجل نعرفه نحن نشأ يتيما ومثل ما قال قوم فرعون لموسى أنؤمن لبشرين مثلنا وأيضا قالوا هؤلاء قالوا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا كبر والعياذ بالله كبر الكبر قد يمنع الإنسان من من الأخذ بالسنة الأخذ بالسنة وذكرت لكم قصة الرجل الذي كان يأكل ويشرب بشماله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كل بيمينك قال لا أستطيع منعه الكبر قال لا استطعت ولما حث النبي عليه الصلاة والسلام على رفع الإزار على رفع الإزار جاء أبو بكر الصديق رضي الله فقال يا رسول الله إن إزاري يرتخي أبو بكر لما ترجم له العلماء كان ضعيف البنية يعني لم يكن سمينا فالإزار يرفعه عن الكعبين لكن كان يرتخي فقال إنك لست ممن يفعله كبرا الله أكبر هذه تزكية لأي بكر الصديق رضي الله عنه إنك لست ممن يفعله كبرا الكبر يجعل الإنسان يصل به الحال إلى أن ينسب النعمة إلى نفسه وينسى المنعم وهو الله جل وعلا وقرأوا في سورة قارون اقرأوا عفوا في قصة قارون ماذا قال قارون؟ قال إنما أوتيته على علم عندي القصة قصة قارون حينما خرج على قومي في زينته كأمل الزينة من اللباس والذهب وكذا طبعا انقسم الناس إلى قسمه الذين يريدون الحياة الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون الذين أوتوا العلم والإيمان تجاوز تجاوزوا هذه المظاهر الزائفة إلى ما هو أبعد فقالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح هذه بهارج هذه أشياء مزيفة هذه أشياء لا قيمة لها قال إنما أوتيته على علم عني النتيجة فخسفنا به وبداله الأرض فخسفنا به وبداله الأرض حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل يمشي قد رجل شعره وأسبل ثوبه معه جبه لابس جبه رجل شعره وأسبل ثوبه يمشي متبخترا إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيمين يغوص يغوص إلى يوم القيام يغوص يوميا إلى يوم القيام من شدة الكبر الذي وعياذه بالله كان فيه والكبر يمنع كثير من الناس من قبول الحق قبول الحق لذلك بعض الناس يعتقد أن الحق بالمرحلة السنية لما يورد عليه طالب من طلابة أو شخص أقل منه سنا يعني يتيه والعياذ بالله ويتعالى ويترفع كيف يعني يعلمني شخص أصغر مني قد يقع في خطأ إما في حديث يعني ضعيف فقال بأن رواع على أنه صحيح فنبه إما في مسألة وهذا شيء عجيب جدا الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة هذا الإمام الجهبذ العملاق الذي أجمعت الأمة على إمامته حدث مرة في مجلس العلم بحديث وسئل عن تخليل الأصابع قال لا أعرف فيه نص أو كما قال يعني ما في شيء ما ثبت شيء بعد الدرس تكلم معه أحد الطلبة أحد طلابه وأخبره بأن فيه حديث فرجع من اليوم الثاني واعتذر اعتذر قال قال لم أكن أعلم هذا فحو الكلام الإمام أحمد رحمة الله عليه كثيرا ما يرجع عن فتوى أفتاه أو حكم قاله الشافع أبو حنيفة هؤلاء أئمة الإسلام أئمة الإسلام يرجعون ما عندهم مشكلة فبعض الناس وللأسف الشديد يمنعه الكبر من قبول الحق الحق قديم الحق قديم فإذا الإنسان قال شيء وجانب فيه الحق يرجع إلى الحق يرجع إلى الصواب يرجع إلى الصواب ولذلك الكبر نسأل الله العافي والسلام آثاره مدمرة وخطيرة لذلك المتكبر لا يرى أحد فهو يرى نفسه فقط يرى نفسه فقط وأعظم الكبر الكبر درجات حينما يتكبر الفقير هذا من أعظم الكبر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكي ذكر منهم قال وعائل ومستكبر عائل ومستكبر هذا من أعجب العجب يعني جرت العادة أن الكبر له مهيجات والدوافع المال المنصب الجاه مثلا العلم قد يكون عند الإنسان علم تكبر والعياذ بالله على خلق الله لكن عائل ومستكبر ما يجتمعان ولذلك هذا عقوبته أشد هذا إذا قلنا بأنهم يعني من المسلمين طبعا أنا ما تكلم على يعني عموم أنواع الكبر لكن كدرجات يعني عائل مستكبر نسأل الله العافية والسلام طبعا أشد أيضا ما يكون الكبر حينما يكون عند العلماء والزهاد يعني لما يتكبر العالم والزاهد فهذا والعياذ بالله من أشد الأمور ومن أخطرها ولذلك بالنسبة لي وهذه مسألة مهمة خاصة اللي استقام على دين الله عز وجل تجد بعض الناس يعني له تاريخ غير جيد يعني في مسألة معصية الله معصية النبي عليه الصلاة والسلام ثم يمن الله عز وجل عليه بالهداية فينسى هذا التاريخ ويبدأ يتعامل مع العصات الذين كان هو يمارس نفس الشيء الذي يقعون فيه بتعالي وكبر ويرى نفسه عليه وهذا حقيقة من أخطر الأمور وهذا للأسف الشديد موجود عنده شريحة كبيرة من المستقيمين ينسى ماضيه سامحون أو قل هذا الكلام ماضيه أسود فمن الله عليه بالهداية من الله عليه بالهداية فحينما يأتي لينصح بعض الذين يقعون في مثل ما كان قد وقع فيه يتعالى عليهم ويترفع وكأنه ما وقع في هذا الشيء والله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك يعني كنت في يوم الأيام مثل هذا كيف تترفع على خلق الله وعباد الله بمعنى أن الإنسان الذي له ماضي غير جيد ثم من الله عليه بحياة نظيفة بحياة إيمانية بعبادة وتقوى وإصلاح ما بينه وبين الله لا ينسى هذا الماضي فإذا جاء لي لينصح أناس يعني متلطخين بمثل هذه المعاصي على أن يستذكر هذا وأن يعلم بأنه من الضروري أن يرحم هؤلاء وأن لا يتكبر عليه وأن لا يتكبر عليه نسأل الله العافية والسلام ولذلك ذكر العلماء درجات بالنسبة للعلماء والزهاد في مسألة هذه الآفة الخضيرة مسألة الكبر أولها أول درجة أن يكون الكبر مستقر في قلب الإنسان من هؤلاء فهو يرى نفسه خيرا من الناس كله يقول أنا يعني هو في قرارة نفسي أفضل من بقية الناس لكنه يجتهد ويتواضع يعني في مجاهدة لنفسه هذا النوع من الناس شجرة الكبر مغروسة في قلبه ولكن يعني أغصانها مقطعة أغصانها مقطعة هي شجرة الكبر مدام أنه حصل أنه يرى نفسه على الناس إذن شجرة الكبر موجودة كونه يجاهد نفسه ويتواضع ويحاول أن يكتسب هذا الشيء إذن أغصان هذه الشجرة قد قطعت ولذلك هذا يرجى له هذا يرجى له النوع الثاني أو الدرجة الثانية أن يظهر للناس من خلال أفعاله من الترفع في المجالس والتقدم على الأقران مثلا والإنكار على من يقصر في حقه دائما تجد تقول فلان ما اتصل علي فلان ما كلمني فلان ما زارني فلان لما رآني ما قام لي وشيء من هذا القبيل هذا نوع تجد والعياذ بالله فيه أن يصعر خده للناس يعني تجد من علامة من آثار هذا النوع أن يصعر خده للناس كان يعرض عنهم يعرض عنهم ولذلك هذا النوع حقيقة أيضا مذموم نسأل الله العافية والسلام وهذا موجود عند بعض الناس فتجد مثلا تجد دائما يعاتب الآخرين خاصة في أداء حق نفسه لماذا ما كلمتوني لماذا ما زرتوني لماذا ما سألت عني هم ليس بينهم وبينه صلة يعني كرحم أو شيء إذا كرحم هذا له الحق لكن من طلابه من أقرانه مثلا في الطلب شيء من هذا القبيل لذلك الله عزه قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فهذا في الغالب يظهر بالفعل يظهر بالفعل فتجدوا مثلا مثل ما ذكرت أنا يحاول يحرص على أن يكون في المجلس المرتفع أو في صدر المجلس مثلا ليش كان لنا أنا عالم أنا طالب علم أنا لازم يقدموني لازم يقدموني بينما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم يجلس حيث انتهى به المجلس يجلس حيث انتهى به المجلس وكان الرجل منهم إذا قام له الآخر لا يقعد مكانه كابن عمر وغيره ما يقعدون حتى لو قام له الآخر مع أن هذا من باب الإكرام في درجة ثالثة وهي الخطيرة هذا الذي يفصح عن الكبر بلسانه يفصح عن الكبر بلسانه مثل هؤلاء الذين يتفاخرون بالأحساب وبالأنساب ويتفاخرون مثلا بذكر حكايات أحوالهم وأنه فعل وفعل هذا والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة هذا من أشد أنواع الكبر ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال يقول الرجل للرجل أنا أكرم منك وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولذلك للأسف هذا النوع الذي يحتقر الآخرين يعني يحتقر من جهة الجنس يعني يقول جنسي أفضل من جنسك يحتقر الآخرين من جهة اللون يقول يعني لونه أفضل من اللون الفلان يحتقر الآخرين بالنسب يقول أنا ابن فلان ابن فلان أنا من القبيل الفلاني يحتقر الآخرين ويغمز القبائل دائما أو العوائل قد يكون أيضا الكبر بالمال مثل فرعون عفوا مثل قارون مثل قارون الكبر بالمال تكبر بماله ولذلك بعض الناس يرى بأنه يعني أفضل من الآخرين لأن عنده مال وأن الله تعالى حينما فضله بالمال وميزه دل هذا على أنه أفضل من الآخرين وما دري المسكين بأن الناس إما فاجر شقي أو عبد خفي تقي لله عز وجل هؤلاء الناس الناس من جهة من جهة النسب أكفى الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حواء أبدا الآن يعني الناس لما ترى الآن سمعتم واحد عندها خمسة أطراف ميزه الله بخمسة أطراف الآن جميع البشرية كما أطرافها أربع يدان ورجلان سمعتم واحد والله تميز عن بقية البشر بيد ثالثة أو برجل ثالثة الناس الناس جميعا لها رأس واحد سمعتم واحد لها رأسين مثلا ميزه الله وهكذا يعني لاحظ الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حواء التقوى هي الميزان ولذلك قال جل إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولما سأل الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس قال أتقاه أتقاه عبد تقي وفاجر شقي بلا نب الرباح في الجنة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام وهو عبد حبشي وأبو لهب في النار وهو قرشي عم النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي جعل هذا في الجنة وهذا في النار الإيمان والإسلام وليس النسب ما عنده نسب له وهذا نسيب أبو لهب هذا نسيب من قريش بل عم النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك بعض الناس يتكبر على الآخرين بالقوة شوف إن الله عز وجل أعطاه بسطة في الجسم فيتكبر على الآخرين ربما استعمل ما أعطاه الله ومنحه من القوة في أذية الناس يتكبر عليهم ولا يراهم شيء من الناس من يتكبر على الآخرين بالجمال وهذا أكثر شيء في النساء أكثر شيء في النساء تكبرون على الآخرين بالجمال إن الله أعطاها جمال وما أعطى غيرها والمقياس هذه الأجساد كلها ترجع إلى وين إلى التراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى والميزان الحقيقي جمال المخبر والباطن لا جمال الظاهر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالإنسان له صورتان صورة الظاهرة صورة الجسد هذه تذهب إلى التراب أصرا هذه الصورة مع مرار الوقت تتغير الإنسان لما يتقدم به السن الجمال يذهب الجمال هذا يذهب والنهاية التراب الصورة الباطنة هي صورة القلب صورة القلب ولذلك من المهم جدا الناس ينتبهون إلى هذا فإذا الله عز وجل منح الجمال لرجل أو امرأة يجب عليهم أن يتواضعوا أكثر لله عز وجل لا أن يتكبروا على الآخرين كذلك من أنواع الكبر الكبر بكثرة الأتباع يعني بعض الناس يقول أنه يحضر درسي كذا وفلان ما يحضر درسه إلا قليل تكبروا العياذ بالله وحد يقول أنا محاضرتي يحضرها حدد كبير يزحفون الجماهير إلي وفلان ما عنده حد اثنين ثلاثة أربعة مثلا كبروا العياذ بالله أما إذا كان قضية إخبار هذا لا بأس بي يخبر يقول الله أنا عندي في حلقتي مثلا يحضر الحمد لله كذا وكذا من باب الإخبار لا الكبر هو مرض قلبي يظهر بمثل هذه الصور لما يعني يحتقل الآخرين ويشمئز من طريقتهم كذا هذا هو الكبر نسأل الله العافية والسلام وطبعا مثلا ذكرت لكم مسألة الكبر بالمال وذكرت قصة قارون وفي الغالب هذا بين التجار في الغالب هذا بين التجار نسأل الله العافية والسلام طبعا التكبر في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعاظم في نفسه تعاظم في نفسه هذا إذن هذا هو الأصل واختال في مشيته النبي عليه الصلاة والسلام نبع على صفة واحدة من صفات المتكبرين الظاهرة التي تعكس ما في القلب من هذا المرض الخطئ وإلا شمائل المتكبرين والصفات هؤلاء المتعالين كثيرة منها أن يصعر وجهه صعر وجه مثلا وبمعنى أنه يرفع من رأسه ويميل يميل بوجهه كبرا هذا شأن متكبرين وفي وصية لقمال لابنه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرح ولا تصعر قيل يعني الصعر أو الصعار هذا مرض يصيب الإبل في أعناقها فترفع رأسه وتلتوي فأخذ من هذا فيما أحفظ أخذ من هذا ولا تصعر خدك للناس إذن من صفات بعض من صفات المتكبرين يصعر الخد للناس يرفع من رأسه هكذا هذا نوع من أنواع أو أحد آثار الكبر أو صفات المتكبرين أيضا النظر شزرا يعني ينظر بطرف عينه باب الاحتقار والازدراء يعني ما يقابل الآخرين بوجهه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كان يقابل الناس بوجهه صلى الله عليه وسلم المتكبر لا ينظر شزرا بطرف عينه مثل ما يقول الاحتقار للآخرين يرى بأنه أرفع وأعلى منهم كذلك نوع من أنواع الكبر هو أن يكون جلسته متكئا متمايلا لغير سبب بحيث أنه في مجلس الناس كلهم جروس على طبيعة واحدة هو يذهث يتكئ ويميل بجسده يميل بجسده كاملا هذا صفة من صفات المتكبرين كذلك إطراق الرأس يعني بعض الناس يتكبر بإطراق الرأس بمعنى ما يرى هؤلاء الذين حوله يستحقون أن يرفع لهم رأسا أيضا بعض الناس يتكبر في كلامه حيث يتقعر في الحديث و يتخلل بكلامه كما تتخلل البقرة بلسانها كما جاءت بذلك الأحاديث يكون عنده كبر بكلماته من إضفاء الألقاب على نفسه من إضفاء القداسة على ذاته من زعمه بأنه يعني هو الذي هو الأوحد هو قبة الفلك هو الذي لا يشق له غبار هو الذي لا يخطئ هو الذي يحتاج الناس إلى علمه موجود يمكن بعضكم يضحك لا موجود موجود اقرأوا في كتب التاريخ تجدون عجبا تجدون عجبا موجود بعض الناس يرى نفسه العياذ بالله بأنه حتى بعض من كان يعني في طريق العلم والعياذ بالله وانحرف في آخر حياته سبب ذلك الكبر لما تقرأ في سيراته أو تنظر في كتبه تجد بأنه كان يطلق الألفاظ والعبارات التي يضفي فيها على نفسه قداسة ويضفي فيها على نفسه يضفي فيها من خلال هذه العبارات عن نفسه أشياء القاب وكذا نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من الزيغ نهايته كانت للأسف الشديد للحراف حراف حتى عن دين الله الكبر هذا مرض وجوده في القلب خطر لأنه ما يجتمع إيمان وكبر فأحدهما يدافع الآخر أحدهما يدافع الآخر وإما أن ينتصر الإيمان وإما أن ينتصر الكبر إما أن ينتصر الإيمان وإما أن أن ينتصر الكبر أيضا بعض الناس يتبختر في مشته مثل ما ذكرت الحديث بينما رجل قد رجل شعره وأسبل ثوبه يعني لابس يتبختر في مشته إذ خصف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيام وذلك تجد بعض الناس الآن يعني مثلا في المشية مشته مشة المتكبرين مثل ما يقولون مشة الطاوس يسمون مشة الطاوس الطاوس يمشي متكبر مغتر بجمال يعني ما أعطاه الله عز وجل من هذا الريش وألوان والألوان الكثيرة التي على ظهره كذلك بعض الناس يعني يتكبر حتى في القيام والقعود وحتى في الحركة وسائل التقلبات بالنسبة لحياة تجده متكبر نسأل الله العافية والسلام أيضا من صفات من تكبير مثلا أحيانا تشبيك الأصابع والنظر شجرا إلى الناس هذه صفة من صفات المتكبرين ولذلك نهينا عن تشبيك الأصابع في الصلاة لكن إذا الإنسان شبك أصابعه لحاجة مثلا تنشيط الأصابع اليدين إذا كان مغضب مغضب يعني مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى إحدى صلاتي الغداة أو عفوا صلاتي العشي ركعتين فاتكع على خشبة شبك أصابك المغضب لما قصد الكبر أحيانا قد يشبك الإنسان أصابعه ومن دون قصد ومن دون انتباه فهو لا يقصد الكبر لكن الذي يشبك أصابعه أو يضع إبهاميه على بعض وينظر للناس باحتقار هذا من المتكبرين نسأل الله العافية والسلامة طبعا من أيضا خصال المتكبرين من من لا يحب أن يمشي من لا يحب أن يمشي لوحده بل يحب أن يمشي الناس خلفه وعن كنفته عن كنفته يرى بأن هذا حق له يرى بأن هذا حق له كذلك من صفاته متكبرين محبة قيام الناس له تعرفوا مسألة القيام وبحثناها كثير هذه المسألة القيام للقادم من سفر هذا من الأمور المشروعة القيام لشخص لإعانته ومساعدته مشروعة القيام إذا كان عادة كما ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمي رحمة الله عليه أيضا جمع المشايخين إذا كان هناك عادة في البلد على القيام مثلا وليس القصد القائم له أو نيته المحبة ذلك أو الكبر لا هي عادة عادة ما يقصدون بها الكبر هذا مما لا بعس به أما إذا كان نفس الشخص يكره أن لا يقوم الناس له فإذا جاء ويحب أن يقومون له وهو غير مسافر ولا مثلا غابة غيبة طويلة فإن هذا والعياذ بالله مما نص العلماء على أنه من الكبر ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره القيام له أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى بيته ثم عاد قاموا له فكره ذلك كره ذلك عليه الصلاة والسلام لكن القيام للوالدين مثلا قيام للوالدين القيام لولي الأمر الصالح مثلا يقام له القيام العادة جرت عادة الناس مثلا ولا يقصدون به الكبر هذا مما مما هو مباح مما هو مباح لأن أحيانا قد يكون لبعض الأعراف والعادات سلطان بمعنى أن عدم القيام أحيانا في بعض القبائل وبعض الجهات يعتبرون عدم القيام وجود عداوة هم هم هكذا يفسرون ما دام أنه لم يقم إذن هذا يبيت شر لهذا الإنسان ولذلك هنا يشرع القيام حسما لمادة الشر طبعا النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه كان يردف خلفه أردف بن عباس وأردف معاذ طبعا ذكر بعض العلماء في جزء من أردفه من النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عشرات وأخذ العلماء من هذا أن جرت العادة أن الكبراء ما يحبون أحد يشاركهم في المقعد يعني مثلا السرج مثلا أو وكذلك غير هذا مثل أي وسير مساء النقل يحبون أن لا يشاركهم أحد يريدون التفرد بها أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا بذلك كان يردف وأيضا يركب أمامه صلى الله عليه وآله وسلم طبعا يعني كيف نعالج الكبر طبعا الكبر من كما ذكرت آفة خطيرة ومرض مردي ومعالجة الكبر فريضة يعني أمر ليس اختياري قابل يعني يعرض على الإنسان تقبل أو ترد لا يجب على المتكبر أن يعالج النفس أولا لا بد من قطع شجرة الكبر من القلب وذلك بأن يعرف الإنسان نفسه وأن يعرف ربه سبحانه وتعالى فإذا عرف الإنسان نفسه حق المعرفة بالمجزوم أنه سيذل ويخضع ويتواضع بإذن الله جل وعلا وذلك ذكروا بأن مالك بن دينار عالم المدينة طبعا غير الإمام مالك بن أنس مالك بن دينار وشهرته في الوعظ والحكم أكثر وإلا هو أيضا له له رواية له يعني عناية بالحديث مالك بن دينار كان في مجلسه حلقة العلم فمر رجل من وجهاء المدينة شامخ بأنفه شامخ بأنفه ومتبختر وحوله الأشياء والأتباع فقال له أنكر عليه قال دع هذه المشي يقول للإمام مالك بن دع هذه المشي قال ما تعرفني قال أعرفك أولك نطفة مذيرة وآخرك جيفة قذرة وفيما بينهما تحمل العذرة الله أكبر أعطاه خريطة حياته خارطة حياته أعطاه هي أولك نطفة مذيرة خلق الله عز وجل الإنسان من ماء مهين ضعيف آخرك جيفة قذرة الآن الإنسان إذا مات يعني ماذا يفعل أحبابه وأولاده وأقرباءه يسارعون في دفنه لماذا؟ لأنه إذا بقي جاف أصبح لو بقي أصبح جيفة لو بقي أصبح جيفة منتنة ما أحد يتحمل بقاء وفيما بينهما تحمل العذرة أخجل رجل ودخل المسجد وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى ولذلك الله جل وعلا يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهل لم يكن شيئا مذكور إنا خلقنا الإنسان من نطفة أم شاج نبتديه فجعلناه سميعا مصر ولجل وعلا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسر قال جل وعلا طبعا نصوص كثيرة كلها تشير إلى هذا المعنى إذن أول خطوة من خطوات معالجة ومداوات الكبر أن تعرف ربك جل وعلا وأن تعرف نفسك تعرف ربك بأنه الخالق الرازق المحي المميت المدبر المستحق للعبادة وحده لا شريك لو أنه خلقك أيها الإنسان خلقا عجيبا خلقك خلقا عجيبا من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره هذا تاريخك هذه خارطة حياتك هذه خارطة حياتك فلما الكبر تتكبر أصلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وتتكبر أنت أنت في حياتك تحمل داخل بطنك نجاسات ولذلك يعني مهم جدا أن الإنسان يعني ينتبه لهذه المسألة ينتبه لهذه المسألة وطبعا ينظر في يعني في ضعفه كيف أن يعني تؤذيه البقة وتقتله الشرق الشرق الآن ربما حبه قتلته ضعيف جدا الإنسان ولذلك يتواضع لله عز وجل ويذله سبحانه وتعالى والله تعالى قال العز ردائي والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما فعلت كذا وكذا كما جاء في الحديث الأمر الثاني طبعا أحيانا الكبر بعض الناس والعيد بالله جمع شر الكبر كله جمع الكبر بجميع أصناف والعيد بالله وبعض الناس لا كبره في جانب فلو مثلا أتينا إلى الكبر إذا اعترى الإنسان من جهة النسب إذا اعتراه الكبر من جهة النسب هو متواضع لكن من جهة النسب يرى بأن بأنه نسيب وأنه من عائلة أو من أسرة أو من قبيلة كيف يعالج مثلا هذا الأمر يعالجه بأن يعلم بأن هذا تعزز بكمان غيره تعزز بكمان غيره ثم يعلم بما ذكرت قبل أقل بأن بأن أباه جده وسلالة هذه سلالة طويلة كلهم خلقوا من نطفة مذرة وأن أباه البعيد إنما هو تراب هذا من أي مادة خلق من الطين من التراب من التراب ذلك يعني هذا الشيء حينما يكون أمام الإنسان التوابع لله سبحانه وتعالى وهكذا يعني مسألة أنا ذكرت قبل قليل الجمال يعني من تكبر بجماله ينظر طبعا ينظر يعني في باطنه يحمل نجاسات هذا الجميل يحمل نجاسة في باطنه وأيضا ينظر إلى نهاية هذا الجمال أين سيكون إذن الواجب عليه أن يشكر الله وأن يحمد الله سبحانه وتعالى كذلك مثلا من تكبر بسبب العلم طبعا في الغالب أن العالم متواضع إنما يخشى الله من عبادي العلماء في الغالب لكن قد يوجد يوجد من والعياذ بالله نسأل الله السلام والعافية من يتفاخر بشهادته حصل على درجة علمية بشهادة فأصبح يرى نفسه على الآخرين خلص شوف نفسه الآن هو العالم وهؤلاء جهان يعني لا يستحقون أن يجلس معهم أو أن يمازحهم أو أن يتلطف معهم أو أن يستجيب دعوتهم أو أن يصاحبهم يعني عنده كبر ما هو ببالغه والدواء الدواء لهذا الداء أن يعلم بأن حجة الله على العالم آكد من الجاهل حجة الله عليك يا من رزقت علما آكد من حجة الله تعالى على على الجاهل لذلك هنا تتواضع إلى الله وبعدين من الذي أعطاك هذا العلم وهذه الدرجة الله جل وعلا قال تعالى وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمٌ قال جل وعلا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَشَيْءٍ لَا تَعْلَمُونَ أَشَيْءٍ فأنت أصرا هذه الشهادة وهذه الدرجة العلمية أو هذا العلم الذي رزقته هذا من الله عز وجل ولول الله ما تعلمت ولول الله ما وصلت إلى هذه الدرجة فالواجب أنك تتواضع لأنت تعالى وتترفع هذا هو الواجب العلم الذي لا يقودك إلى التواضع هذا وبال عليك هذا وبال عليك والأسف الشديد يعني بعض الناس ينسى نفسه خاصة من رزق حفظ حفظ القرآن وحفظ السنة وحفظ الأحاديث واستظهر العلم يبدأ يرى نفسه على الآخر الواجب أنك تتواضع لخلق الله سبحانه وتعالى تتواضع له وحقيقة يمكن أطلتنا في هذا شرح هذا الحديث أخذ الدرس كامل أو المجلس كامل لأهميته لأهميته النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تواضع أحد لله إلا رفعه ما يتواضع أحد لله إلا رفعه ولذلك واجب على كل مسلم أن يتواضع لله وأن يعلم بأن الله تعالى أمر بخفظ الجناح للمؤمنين وبالتواضع لهم وأن يعلم بأن كل نعمة أنعم الله عز وجل عليه بها إنما هي من الله وأن يشكرها ومن شكرها أن يعمل بمقتضاه وأن لا يترفع على خلق الله سبحانه وتعالى وأن هذه النعمة السوجة منه الشكر وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد ويجب عليه أن يهضم حق نفسه دائما حتى لا يرى لنفسه حق على الآخرين يعني بمعنى أن بعض الناس مثل ما ذكرتنا قبل قليل يعتب على الآخرين كثيرا ما اتصلوا بي ما كلموني ما زاروني ما فعلوا ما فعلوا قد يكون لهم حق عليه فهو نسي هذا الحق لأنه متكبر في الغالب ما يرى إلا نفسه متكبر ما يرى إلا نفسه بحيث أن الناس كلهم يجب عليهم أن يؤدوا الحق الذي له طيب والحق الذي عليك الحق الذي عليك أين وهذا الحديث لما نتحدث بهذه الطريقة لا يعني بأن الناس أيضا يعني يتركون الحقوق والواجبات ما يجوز يعني مثلا الوجيه يعطى حقه وقدره ولا يقال والله نظن أنه قد تكبر لا هذا ما يجوز يعطى حقه من السلام ومن الزيارة ومن التواضع معه في الخطاب والكلام العالم طلاب يعطون حقه فإذا كان العالم متواضع ولا يرى لنفسه حق على الآخرين يجب على الطلاب أن يؤدوا الحق الذي للعالم الوالدين كذلك يؤدى الحق الذي لهم الأصحاب الزملاء الجيران الأصدقاء ولذلك يوجد في المقابل أناس يفسرون بعض تصرفات الآخرين بأنها كبر وهذه مشكلة أيضا الشيطان يدخل له مداخل له مداخل فهنا المشكلة هنا المشكلة فينتبه الناس إلى هذا الأصل في الناس التواضع ومن تكبر سيظهر تكبره من خلال تصرفات وأقوال وأمور بهذا يستطيع الإنسان أن يتعامل مع هذا الموضوع تعاملا سليم عموما لعلنا نكتفي بهذا القدر يعني استوعب هذا الحديث المجلس كاملا أو المجلس استوعب يعني نقاط المتعلقة بهذا الحديث أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يرزقنا وإياكم التواضع وأن ينجينا وإياكم من الكبر والعجب إنه خير مسؤول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته